مساق الخير. سنهن بلس بشاريع اللgram conversant 4. Build financiers انحناء. انحناء يعني لو كان اندي انا في مثل هيک. выполنى مثل هيك مثلها مثلا من المنت مثلا هذا زي هيك. وهذا بحVESنه زي هيك. هذا نتيجة الانحناء نتيجة اليهناء راح ينتعج راح ينتعج. هذا الطعجة هاي بسموها طبعا هزا مومد وكان كان فتل الجسم بفتل زي هيك هزا هزا بنحني زي هيك هيك انحناء يعني باطعجه يعني هزا انا لما اطعجه هيك يعني هزا بطلع لفوق هيك بطلع شوي لفوق ومن جوا بنزل يعني بصير هيك شكله شكله منقع طينا هين بطعجه هيك يعني راح فوت لجوه. رح فوت لجوه. حسنا منعرف شغلة واحدة انه هاي منطقة الطاعج. في اشي قصر وفي اشي طول. بنلاحظ انه هذا الطول قصر. ها طيب قصر صار زي هيك. اما هذا الطول اللي فوق صار اطول. فبالتالي بالتالي اه المنطقة اللي قصرت بسموها والمنطقة اللي طولت بسموها تنشن. هسا حمداش نظل نتخيل. بكل بساطة. انا عندي لو لو عندي هذا السنترويد مثلا. راح يكون راس السهم. راسه وذيلو تنشن. تنشن يعني موجب يعني سعلي. هاي الفكرة. ننضغط وتنشن يعني صابه وتمتد. هاي اشياء كلها بتخص المقاطع العرضية للبيم. يعني للبيم اللي كنا ناخده بالستاتيك. انه نعمل له مو من دي اجرام. نعمل له كل اشي. حسنا نشوف كيف شكله بالثري دي. كيف شكله بالثري دي. او باخد المقطع العرضي. بكل بساطة. لو كان عندي حكالي في عندي بيم نوع ستيل مثلا. ستيل اللي اي له مثلا. اه سبعين جيجا بسكال. انا بعرفش كاملها. انا باطل مثال من عندي. سبعين جيجا بسكال. وحكالي انه المومنت اللي عليه مثلا خمسطانش كيلو نيوتن ديت متر. وحكالي اه هذا المومنت. وحكالي اه انه المقطع العرضي الو مستطيل. عبارة عن ابعاده عشرين بستين. حكالي زي هيك. هذا ستيل. المومنت اللي عليه خمسطاش كيلو نيوتن دوت متر. ال اي سبعين جيجا بسكال. اعطاني شكل المومنت. اعطاني شكل المومنت مثلا هيك. طاني شكل المومنت هيك. يعني الراس فوق والذيال تحت. بكل بساطة. حكالي اوجد اوجد النورمال استرس. اوجد النورمال استرس. كنا نحكي عنه بي على اي. هسا مثل مثل كنا نحكي الشير استرس تي سي على جي. اما اذا كان بخص لود نحكي بي على اي. اللي هي الشير فورس على الاريا. هسا هون اذا كان الناتج عن مومنت بيكون القانون بتغير. بصر القانون عندي. الاسترس بساوي ام اللي هو المومنت واي او سي في ناس بسموها على اي. يعني ام سي على اي او ام واي على اي. هسا اللي هو المومنت اللي انا حصلت عليه. الواي اللي هو المسافة مكان ما بديه الاسترس عن السنترويد. يجب نرجع للسطاة 9 بدأنا نوجد السنتر من هذا المستطيل السنتر المستطيل هذا بعدين يأخذ طلب مني الاسترس في قليلو ويأخذ مكان بإعقامة الواي إذا إذا عوضنا C يعني أعلى مسافة يعني لحكينا مأخذ المسافة إيش مأخذ كومبريشن يعني بأخذ الواي اللي هي عبارة عن السي يعني السي يتمثل بس خلاص أنا بفهمها ويأخذ الاسترس وين بده? بده على اعلى منطقة اقل منطقة ع مسافة اثنين متر عن السنترويد ع مسافة ثلاث متر من السنترويد وهكذا. والاي اللي هي المومنت اف انيرشيا. المومنت اف انيرشيا كنا نحكي للمستطيل بي اتش تكعيب اطناش او اه بي تكعيب اتش اطناش خسب وين طالب مني. هسا هاي بتلف. هس لو حكينا انه هاد محور اكس اكس سنترويدل نحن بنحسب دايما ع السنترويد. دايما بنحسب ع السنترويدل. فهذا بلف حول اكس معناته من كعه بالواي يعني رح ناخذ هذا القانون. واغلب الاسئلة او اذا مش معظمها او اذا مش كلها يعني. انه كله بلف حول الاكس معناته بناخذ بي اتش تكعيب اطناش. طبعا هما اه في دكاترا بدخله اه غير المستطيل بدخله المثلث من نصف دائرة او الدائرة. اه كلهم موجودين بتواسية المهندس هاشم الهامي. اه بتقرروا وتشوفوهم. اه بس الفكرة انه اه انا هستتعامل معكم بالمستطيلات لانه ياسحل حالات. واذا يعني اضطر الامر اللي اعملكم فيديوهات لمثلث او نصف اي راي اني عادي يخبروني عالكومنتات او بعثولي للمسينجر او عالفيسبوك عقروب. عقروب. بس هاي الفكرة. هسا اه رح نتعامل احنا مع المستطيلات. ظل علي انه هسا اطبق قانون الاسترس ام واي على اي. الاسترس بساوي المومنت. المومنت حكياني مقداره خمستاش كيلو نيوتون دوت متر يعني خمستاش في الف. يعني كيلو. الواي. حكياني السترس وين بدو اياه? انا رح رح احكي السترس مثلا بدو الاسترس. ماكسيمام كومبريشن. ماكسيمام تنشين. يعني حسب وين بدو. ماكسيمام تنشين بتختلف عن ماكسيمام كومبريشن. لانه في سنترويد بكونش بالمنتصف. بكون يعني هو بالمنتصف. بس المسافة مش متماثلة. يعني هذا الشكل اللي عندي متماثل لو حسنا اللحظ. فورح تكون نفسه ليش? انه هذا مستطيل والمستطيل من عرف سنتروب النص. فسنترو عبارة عن الواي بس مسافات على الواي لانه هادا اكس. لانه حكياني بالفحة والأكس. ما لاتو باخذ كل شي بخص الواي. فهذا سنتروب بدي يكون هاي ثلاثين. وهاي ثلاثين. طبعا انا هاد كله مليمتر مليمتر. مليمتر. فحكياني ماكسيمام تنشين يعني هي ماكسيمام تنشين. ليش? انه ذا السهم. ذا السهم هون فالماكس ما بتنشن اخر اخر المقطع. فماكس ما بتنشن ام سي على اي. الام خمستاشر كيلو نيوتن. السي راح تكون المسافة من السنترويد. هاي السنترويد اللي هو ثلاثين. احتاثيات ثلاثين. لوين? لاخر البيم. اخر البيم هيو ثلاثين مليمتر. في ثلاثين مليمتر. طبعا انا اسبطيكم طريقة يطل ناتج مباشرة. ايه. والاي. الاي بي اج تكعيب على اثناش. بي اللي هي عشرين. اج تكعيب اللي هي ستين تكعيب. مش راح اخذ ثلاثين. انا باخذ للمقطع. يعني مباشرة. انا بشوف السؤال اللي اي بثبتها. بوجد الاي عجانب. بس اللي بختلف عندي بالسؤال. بس الواي. يعني الان ثابته. فمنطلع اول شيء المقطع. بعد اين نوع بجد الاي للمقطع. والمومة الثابت بظل عندي ايش? الواي. حسب وين بده. باخذها. فالمومة الثابت للمقطع مش لوين ما بده. يعني ستين تكعيب. بي اج تكعيب على اثناش. الناتج بطلع معي. بطلع ناتج معي كثير. طبعا اه. احنا بنخليه بالميجا باسكال. يعني الوحدات وكذا. بنرتبهن. نيوتن. هي هيك ناتجة نيوتن. هي ملي متر بضربها بعشرة قوة سالب ثلاث. وهي هسه تكعيب. يعني قوة اربعة. يعني في عشر قوة سالب اتناش. بطلع معي ناتج. بالباسكال. اذا بدي اياه بالميجا باسكال بقسم عشر قوة ستة. اي طلب مني ماكسمام لحسن الحط ماكسمام تنشي الناس لانه هذا مستطيل. طيب. هس ممكن يطلبيني مطاليب بيطلب مني الكيرفيتشر. الكيرفيتشر هي عبارة عن الواحد على رو. تساوي يعني هاي هي الكيرفيتشر. الواحد على رو هي الكيرفيتشر. تساوي ام على اي اي. اي. اللي هي السبعين جايجا باسكال. والاي اللي انا طلعتها واللمومنت اللي هو لطنيا. اللي هو الكيرفيتشر اللي هو هاي هيا سارت قطر. صارت زي الدائرة في هذا وهايد الوار. فاذا حكي للكيرفيتشر يعني بدوو الانحينة اكامر بكون الواحد على رو. واذا بدو يعني بدو الرو لحالها رح تكون رو تساوي على الموميج. يعني طلب من كيرفيتشر بحكي رو تساوي على الكيرفيتشر بحكي واحضره ام على ايان حسنا نشوفها مثل من الكتاب يعني راح نصفها لها على السريع مثلا هذا السؤال حكا لي في عندي مومنت مختاره 15 كيلو نيوتن هذا البيم وحكا لي المقطع العرضي له هيك حكا لي انه هذا مفرغ مفرغ المستطيل الكبير ابعاده 120 بثمانين والصغير ابعاده 80 بثمانين بكل بساطة هذا شكل متماثل اذا شكل متماثل في السنترويد له بالمنتصف راح يكون السنترويد له 60 60 كل بساطة انا راح نرسم الشكل هاي المحور اكس هاي المسافة 60 وهاي المسافة 60 هاي المسافة اللي هو الصغير هذا تكون اربعين وهاي اربعين متماثل يعني وهاي المسافة كاملة اربعين والمسافة هاي كاملة ستين حسا السنترويد طلعته هستطلع المومنتو في نارش دائما بطلع المومنتو في نارشة والسنترويد اول شيء طبعا طريقة المومنتو في نارشة والسنترويد انا عملت لهم فيديو منفصل كيف اطلعها وطلعت على مثال صعب كثير فمباشرة المومنتو في نارشة بي اج تكعيب اطلعها هاتش شكل متماثل لا فيدي اي دي تربيع ولا ما يحسنون فبكل بساطة الكبير ناقص الصغير بي اج تكعيب اطناش ناقص بي اج تكعيب اطناش بكل بساطة الكبير ناقص الصغير يعني ستين في مئة وعشرين تكعيب اطناش ناقص اربعين في ثمانين تكعيب اطناش وبتطلع معي قيمة بتطلع معي القيمة هاي يعني هاي وها حكاني اه ثمانين مئة وعشرين تكعيب وهو اربعين ، واربعين ، ثمانين ثمانين فاش طلب مني حكالي أوجد السترس عند ايه? ووجد السترس عند بي. ما حكا لي ماكسيمام او حكا لي وجد السترس هون. عند ايه? حكا لي وجد السترس هون. والمومت بالسؤال حكا لي شكله هيك. يعني هاي وهي كومبريشن. فبكل بساطة السترس عند ايه? رح يكون يعني سالب. ام سي على اي. ام او ام واي على اي. ام مقدار المومت الطنية خمسطاش كيلو نيوتن. المسافة من السنترويد للنقطة اي? المسافة من السنترويد للنقطة ايه كام اربعين? احكي له اربعين. على اي. الاي اللي طلعتها بس لس عند بي? اién سي على اي? او ام واي على اي. بس عادي يعني ما بفرج مع الرمز لمهم القيمة المومت نفسه. الاي طلعتها والمسافة المسافة من السنترويد للنقطة. كام المسافة للمقطة؟ ست وتين. وبس. هاي يكون الفكرة. ايه حتى بالكتاب طلب معاه هذا سالب. وطلب معه يعني مية بالمية انه ايه طريقة الكتاب انه بيعتبر بما انه هذا بما انه بي تنشن بيخليلي القانون سالب. ولانه هاي تحت السالب انه خلاه موجب. لا انت خلص لا تفهم هيك. افهم انه هذا وانه هذا والمسافة خليها دايما موجبة. يعني لا تتعامل بالمسافات السالبة. مسئلة ثانية ممكن هذا السؤال. اه نفس الاشي بقسم ال اي وبح طالب نسترس عند اي وال بي. وهذا نفس الاشي بقسم المستطيلين وكذا. يعني كل الفكرة امسي على اي امسي على اي امسي على اي. دوائر مطلوب منكم دوائر بستعملوها. اه ان شاء الله في فيديو ثاني راح اشرح فكرة ثانية اذا اعطاني بيم زي هيك. وكيف اوجد المومنت. وبعدين بيضل على اي فكرتين بالشابتر كامل اللي هي بس. ارغيكم العافية. ان شاء الله هيك يعني بحدود. اه ذات يوها من خلص جفتر الاربان. اشتركوا في القناة